بسم الله الرحمن الرحيم رحب بكم مع عزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتحدث عن يونت 19 بكتاب النحو للمرحلة الأولى وبهذا اليونت نحشي عن زمن المضارع المستمر لما يستخدم للمستقبل رح أعيدها مرة أخرى زمن المضارع المستمر يعني الأزمنة كلهن المضارع سواء المضارع البسيط أو المستمر نحن رح نحشي عن المضارع المستمر والمضارع البسيط لما نستخدم للمستقبل فش وقت نستخدم المضارع البسيط للمستقبل وش وقت نستخدم المضارع المستمر للمستقبل أكو ملاحظات وقواعد رح نشوفها بهذا الفيديو أول شغلة يقول يعني أنا رح أستخدم المضارع المستمر للدلالة عن المستقبل عندما كتبها ملاحظة طب عندنا نطيك وقت على مود تحضر نفسك وتكتب ملاحظة I am doing مضارع مستمر نستخدم زمن المضارع المستمر للدلالة عن المستقبل عندما يكون الحدث عن تخطيط وتنظيم لعمل شيء معين من عندي تخطيط أو تنظيم لعمل شيء معين من عندي تخطيط أو تنظيم لعمل شيء معين راح أستخدم زمن المضارع المستمر لكي أعبر عن المستقبل مثلا طبعا هنا عندي دلالتين على أن هذه الجملة هي مستقبل أولا من خلال التخطيط أنت ش راح تسوي بيوم السبت هذا التخطيط الإعلامة الثانية على أن هذه الجملة هي مستقبل وهي ساتدي إفنينغ بالسبت القادم ش راح تسوي أكيد مستقبل الجملة الثانية أنا ذاهب إلى السينما يعني أنا دا أقول للصديقي أنا ذاهب أكيد أنا ماشي من المستقبل من خلال المعنى والفعل نقدر نحدد فأيضا هو تخطيط يعني هذا تخطيط قرار أنا خططت أو أنا أقررت السينما يعني ما كواحد قاعد يجي ويروح يمشي بعدين طب السينما يقول هاي الله أنا في السينما لا أكيد خطط قال آب أنا عندي عطلة اليوم أربعان خميس هاي تسبوع خلينا روح للسينما فخطط الجملة اللي وراها شوق اللي راح توصل بيه كاثرين طبعا هكيد تخطيط تخطيط هذا ما بيها شيء يقول طيب خلصنا من هذا الشيء وراها يقول لا نستخدم تخطيط على ما نستخدم تخطيط يقول إذا الشيء اللي بيه تخطيط ما نقدر نستخدم له هاي ملاحظة ثانية ركز لي عليها جدا مهمة ما تفعله اليوم شنين راح تسوي اليوم طبعا هذا تخطيط ما يصير أقول والا يجب لك جملة خطأك بيها يقول لك ما الذي سوف تفعله هذا الليلة أو يقول لك تمورو انت من نشوف تمورو وياها والا يالله هاي ايه لا هذا هنا تخطيط والتخطيط ما يصير أحطو يا الول التخطيط ما يصير أخلو يا الول ألكس إز جاتنج مارد نيكست منثه ألكس سيتزوج الشهر القادم طبعا هذا تخطيط لذلك قال المضارع المستمر لأن المضارع المستمر يستخدم الى التخطيط في المستقبل يقول ملاحظة أيضا نستخدم زمن المضارع المستمر for action just before to start الحدث اللي توه بده الحدث اللي توه بده أيضا نستخدم ويا زمن المضارع المستمر I am tired I'm going to bed now أنا ذهب الى النوم طبعا أكيد مضارع مستمر لأنه بداية حدث I'm coming أنا قادم بداية حدث فهذا هو استخدام زمن المضارع المستمر للدلالة عن المستقبل نجي على نقطة B المضارع البسيط شوكت نستخدم زمن المضارع البسيط للدلالة عن المستقبل وهذا الموضوع بسيط جدا جدا بسيط أول معلومة أريد أقول لكم إياها المضارع البسيط والمضارع المستمر هنه متشابهات من يدلنا على المستقبل يعني مرات جملة أقدر أحط بيها مضارع بسيط ومضارع مستمر مو مشكلة بس أكو فرق صغير أولا الفرق هو شنوه لما يكون عندي جدول يعني تاريخ أو تاريخ ثابت تاريخ محدد أو وقت معين أو مثلا سينما فتشيدل عن السينما نستخدم مويا المضارع البسيط I have to go ماري ليفسات أكو تحديد طالما محدد وقت إذن هذا مضارع بسيط للدلالة عن المستقبل فدائما لما يكون يعني فتشي يخص الجدول أو الوقت أو السينما نستخدم للمضارع البسيط للدلالة عن المستقبل فالجملة الثانية يقول what time does the film start سينما طالما عندي سينما إذن راح أستخدم المضارع البسيط للدلالة عن المستقبل بعد ما عندنا ملاحظات هنا مهمة آخر شي قايل لك continuous is more usual for personal arrangement ملاحظة كلش مهمة ركز عليها يقول لك يعني التخطيط الشخصي الشخصي يعني شخصي آن إليه نستخدم ويا present continuous يعني مستقبل يعني نستخدم المضارع المستمر للدلالة عن المستقبل إذا كان شخصي what are you arriving what time are you arriving وقت أنت توصل هذا شي شخصي فلذلك استخدمنا استخدمنا مستمر أنا مقومت ذهب إلى السينما ذهب إلى السينما هذا المساء شي شخصي استخدم مياه مضارع مستمر أما الماضي البسيط المضارع البسيط دائما مثل ما ذكرت لك يكون عندك وقت شوف ساعة ثواني وربع ساعة ثواني وربع فهذا هو الفرق ما بين المضارع المستمر والمضارع البسيط للدلالة عن المستقبل ومثل ما ذكرت لكم مرات يعني الاختياران صحيح مو مشكلة يعني لكن هناك فروقات خلينا نركز على الفروقات الرئيسية وهذا التمرين بالليونة بأول و التالي هو مو تمرين جدا جدا مهم المهمات اللي بالبداية اللي بالبداية كلش مهمات